لسه بصبع على الموتسيكل بتاعي كده وبدور لقيت ان الموتسيكل يطلع الصوت ده ومش بيشتغل ومش بيشتغل ليه عامل الموتسيكل طبعا اللي بيفهم في موتسيكلات عارف الموتسيكل ده ان ده عيب بوجيه فلازم اغير البوجيه بتاع الموتسيكل عشان يشتغل معه طبعا جبت مفتاح البوجيهات وحاولت افكر موش البوجيهات كسرته زي ما انتوا شايفين كده والبقى معي جزء في الموتور نفسه طبعا ده مشكلة كبيرة وتستوجب ان انا ممكن افكر الموتور او اديه المخارطة عشان اعرف فكه بتاعلك ان فيه فكرة بسيطة جدا بعملها لو اقاتف نفس المشكلة هتجيب مفك وهتضرب على البوجيه بزاوية 45 كده نحية الشمال انا هتميل المفك زاوية 45 وهتضرب نحية الشمال هيبدأ يفك معاك سنة بسنة تلاحظه اهو اهو بيتحرك معايا ده هيغنيك انك انت تروح المخارطة وتقع فيه اه مشكلة كبيرة بسبب ده وديه تنفع على فكرة مع اجزاء كتير اه اه مثلا تكسرت في مكان او حاجة زي قلب الحنفية او الكلام ده او ابدأ حرك شايفين بيتحرك معايا بسرعة ازاي ولا اكيد انه حصلت فيه اي حاجة او ان شاء الله هي مشكلتي وهنحل لها اه برضو مش هن مش هنحتاج للمخارطة ولا حاجة اهو تقريبا نتفك معايا البوجيه اللي انا كسرت وطبعا ده غلط ان اكيد البوجيه كان سخن وانا حاولت كتير تفعشان كده حصل فيه اه ده خلاص هفك الجزء ده خلاص كده اهو ده الجزء اللي كان مكسور جوه الموسيكل ده قبل ما يعمل كده كان يحتاج على فكرة عامرة انا كنت بعد ما عمل كده يعني عملتها عشان كده وكان بيأكل بجوهات كتير لان ده بيكون السبب طيب اهو كبت البوجيه الجديد بقى وهربطه في مكانه بس راعي حاجة وانت بتربط البوجيه الجديد عشان ما تقعش بنفس المشكلة هنربط سنة بسنة لحد بس ما نحس ان البوجيه مشي او مشي مع السنة خلاص بقى بيربط بسهولة اه وبسرعة اهو اهو وهبدأ اجمع عليه كمان بمفتاح البوجيهات عشان اشغل المشكلة بتاعي جمعت عليه وخلاص اشتغل المشكلة الحمد لله رب العالمين نتحرك بيه عادي ونروحش بجناتك الله حب الله والفضل لله سبحانه وتعالى يعلمنا كل حاجة سيب لنا تعليق كويس يلق بيك وكمان اعمل مشاركة الفيديو وكمان ما تنساش تعمل لايك او لسا مشترك في القناة اعمل اشتراك لو انت لحد تري صفحة اعمل متابعة الرجل المحترم اللي في الصورة ده اه صاحب الورشة بتاعت البونسكلات وراجل محترم جدا عملا شاهدتي فيه مجروحة لانو قريبة ده والجميل فيه كمان يا جماعة إنه ما شاء الله يعني لازم تلاقي القرآن اللي أثر في الحاجات دي إنه رجل ده حافظه القرآن الكريم فيمكن ده يعني اللي مأثر في أخلاقه الجميلة دي الأسعار بيبيحها زي ما هي لو رحت مثلا أنت عاوز تعمل حاجة غلط يقول لك لا مفروض تعمل كذا فالحاجات دي أو النماذج دي اللي المفروض تظهر وتكون هي الواضحة في المجتمع بتاعنا وربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال شكرا لكم وربنا يحفظكم ونشوفكم إن شاء الله في بيليو جديد ومفيد على صفحة قناة إرورش